نفس الامر متعلق به مباراة ديجلا والطلائع ونادي ودي ديجلا طعن في المحكمة الرياضية الدولية وبيقول ليه حق في سلاس نقاط بسبب مشاركة لاعب من الطلائع وكامل المفروض ان يتم ايقاف نفس الامر اتحاد الكرة ايضا ارتكب خطأ وارسل موافقة على مشاركة اللاعب وهو عنده انذار وبالتالي ديجلا طعن على القرار ووصل للمحكمة الرياضية الدولية والمحكمة الرياضية بعثت لاتحاد الكرة بتستفسر عن الامر وبالامس مسؤول في اتحاد الكرة طلع وقال اكيد عن انتظر قرار للمحكمة الرياضية الدولية وبنحترم قرارتها طبعا تحترم قرارتها محكمة الرياضية الدولية احكمها نافذة ونهائية وملزمة لا يستطيع اي اتحاد في العالم ان يخالف قرارتها اذا بهذه الشكوى وفي هذه الشكوى قد يحدث تعديل في جدول الدوري خلال الايام القادمة بناء على القرارات المنتظرة سواء في هذه القضية او في هذه القضية اشتركوا في القناة